اشتركوا في القناة إلى إعادة صياغة إلى إعادة ترتيب إلى إعادة ضخ وشحن حتى تأخذ بريقها لأن لكل دولة ولكل زمان دولة ورجال هكذا يقول لك الآن بعد الذي جرى في عالمنا العربي وبعد تلك الرياح التي هبت علينا من كل مكان رياح التغيير ما الذي يجب أن تفعله تلك الأيدولوجيات القديمة التي رسخت وشابت وشيبت من معها في كثير من بلداننا العربية التي تحتاج الآن إلى إعادة نظر في كل شيء الأحزاب التقليدية الأحزاب الجديدة وكل الأفكار التي تطرح الآن على الساحة هل من ملب وسامع لها وهل من معيد وناظر في شأنها هذا ما نريد مشاهدين أن نقرأه اليوم في سيرة الأحزاب في سوريا بخاصة تلك الأحزاب التقليدية وعلى رأسها حزب البعث العربي الاشتراكي وما ينتظره من تغيير ومن ضخ للدماء الجديد فيه وربما حتى النظر في الأيدولوجية وإعادة الهيكلة في مؤتمر قطري قادم مؤجل منذ زمن وحتى الآن لم يطرح على الساحة ما الذي هو مطلوب منه ومطلوب من قياداته ومطلوب من قاعدته الشعبية والجماهيرية حتى يطرح من حل هل استعدت كل الأحزاب والكيانات السياسية في سوريا إلى المرحلة القادمة مرحلة التغيير السلمي كما يقولون مرحلة الانتقال إلى مرحلة جديدة وأفق جديد في سوريا ما الذي تعمله حقيقة تلك الأحزاب وهل من دراسة فعالة شاملة لكل ما قامت وتقوم به بخاصة تلك الأحزاب من نوع الثقيل الأحزاب التقليدية هذا سنطرح مشاهدين أهلا بكم في أجندة حوار وبعد أن نتابع هذا التقرير الذي عده الزميل أدونيس عصام شدود سنعود بالتأكيد لمتابعة الموضوع مع ضيوفنا الأكار يحكم حزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا منذ ثورة الثامن من آذار عام 1963 هذا الحزب الذي تأسس بصورة رسمية عندما انعقد مؤتمره الأول في دمشق في السابع من نيسان عام 1947 وانتخب ميشيل عفلق عميدا له عمل البعث في البدايات على مواجهة التدخل الأجنبي في شؤون المنطقة العربية وتوطيد القومية العربية أيضا وأصبح له تأثير فعال على الحكم في سوريا بعد الاستقلال سنة 1946 وسرعان منتشر الحزب في بعض البلدان العربية كالعراق ولبنان وفلسطين والأردن واليمن بالإضافة إلى البلد الأصلي سوريا واليوم وبعد العديد من المراحل التي مر بها حزب البعث وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها سوريا تكثر التساؤلات حول الواقع الذي يعيشه الحزب وتظهر إشارات الاستفهام حول ترتيب البيت الداخلي تتعدد الآراء البعض يرى بأن الحزب افتقد لاتخاذ القرارات المناسبة التي تساير طبيعة الأحداث في سوريا ويرى آخرون بأن ما قام به البعث خلال الأزمة يحسب له خاصة أنه لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة ومناصرين كثر ولعل أغلب الآراء تجمع على ضرورة أن يعقد المؤتمر القطري الموعود وينتظر أن يخرج هذا المؤتمر بتعديلات جوهرية على المشهد البعثي ويبقى السؤال ما هو دور حزب البعث العربي الاشتراكي في العملية السياسية المرتقبة لصناعة مستقبل سوريا وهل سيشهد البيت الداخلي للحزب تكتيرات وتبدات تتناسب مع حجم التحديات المقبلة لبرنامج أجندة حوار أدونيس عسام شدود وضيوف الأكارم الروح على هذا الاستطلاع الذي أيضا عدو أدونيس هو عين من الشارع على الأسف اليوم وقتنا انتهى شكرا لكم للقاكم بإذن الله بعد رمضان في برنامج لكن إن شاء الله بحل جديدة وبمحتوى أقوى شكرا حزب البعث بحاجة لتبديلات في البيت الداخلي طبعا بحاجة كل حزب وإلى قياداته وإلى وضعه لازم يكون فيه قيادات وكفاءات شابة فنحن لما هذا الحزب بتجدد وتقدم لازم يكون فيه إله استمرارية إله أساس من القيادات الشابة اللي حتنشئ هذا الجيل وتستعرف شو طموحاته شو مقوماته شو أهدافه شو متطلباته أنا برأيي مو بحاجة ممتاز منيح ما أعرف شي فيه طبعا فيه لازم فيه ناس ما آموا بالواجب لازم تغير يجي يجي لأكواس وأقوى ويشتغل بجدية ومشارع في هذا البلد والله ما أعرف يعني بها قصاص وأنا ما أحب أن أدخل بها قصاص الشباب كلهم ما بيقصر بشكل عام بالحزب وكل وضعه تمام يعني فيه عندهم كتير نقاط ضعف وفيه عنصر الشباب كتير عنده صار في ضعف الموضوع ما عد ما عد متلوى كان بالأول إلو كان إلو نشاطات كان إلو حركة اجتماعية ثقافية بس هلما تراجعت كتير ما في تمثيل للشباب وبعدين كان دوره كتير سلبي بهاي الأزمة يعني ما شفنا أنه كان إلو هالدور الفعال بهاي الأزمة لا ما أشتغل شي برأيك أنت حزب البعص بحاجة لتعديلات بالبنية الداخلية تبعيته ولا لا لا كل شيء مواضيع بصير فيها تجديد كان حزب البعص ولا أي حزب تاني أو أي موضوع تاني يكون شيء جيد أكيد بحاجة كل شيء بتطور والحزب هزيم تطور حسب ما بده الشباب حسب ما بده المجتمع اللي إحنا فيه أكما هو أم يطور المجتمع أم يطور الحزب أكيد حزب البعص شو متابعة للأمن أو للشيء التاني شو متابعة حزب البعص لا 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 ما بده تغيرها لا برأيي أنه إذا بيأخذ دور الشباب أكتر بيكون أفضل يعني أنه هلأ وقت الشباب والطاقة المتجددة عندهم لازم تطلع يعني ولازم تعطي دوره هلأ وقت الحزب يعني القيادات القديمة الله يعطينا عايف يشتغل دورهم لازم هلأ دور الشباب يأذمن لعندهم بس بنا أنه هيك اللغة اللي كان يحكوا فيها شوي يعني تصير أليان يعني تصير اشتراك يصير إنه مو هو كل شيء أنا بشوف بس هيك تعديلات بسيطة يعني لأنه عزبان حزب البعص ما يتعرضنا له المشاكل اللي تعرضنا له في الوقت الحالي لا أكيد أنا بظن ما فيه هم مو بحاجة هم قدني بكل شيء إنه بتطلب الشعب طبعا 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 أكيد بكل شيء تغيير تام حزب البعص بحاجة لتبديلات وتغييرات بالبيت الداخلي لأنه نحنا كسوريين وأنا كحزبي بشكل خاص يعني شفنا أنه الحزب ممارس